رغم أن في العلني أكد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين عراقيين وجود مكاتب الحماس والحوثيين في بغداد بصورة سرية وسط إجراءات أمنية مشددة وقالت الصحيفة إن بعض المسؤولين الحكوميين العراقيين ليسوا متحمسين لضيوفهم الجدد إلا أن الحكومة ليست لديها القدرة على منعهم نظرا لنفوذ الأحزاب السياسية العراقية التي لها علاقات مع إيران وبحسب نيويورك تايمز فإن أحد المخاوف أن يدفع هذا التواجد الجيش الإسرائيلي إلى ضرب داخل العراق ما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة إذن هذه النقطة ربما نقشت كثيرا على شاشتنا وهو الوجود الحوثي في العراق بالعكس كانت هناك بعض الفيديوهات بعض الصور التي نشرت وتم تدولها ونقاشها في حينها لكن هكذا هو العنوان بمكاتب سرية دون دعوة معلنة يبدو أن العراق على موعد مع ضيوف جدد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز حذر من تحول العراق إلى محور جديد لحماس والحوثيين تحت مظلة إيران صحيفة قالت أنه لا توجد أي تلافتة تشير إلى المكتب السياسي الجديد لحماس في بغداد بينما يقع مكتب الحوثيين على مسافة قريبة وسط حراسة مشددة وكلاهما في منطقة تسيطر عليها كتائب حزب الله العراق وأكدت الصحيفة أن مسؤولين حكوميين عراقيين سمحوا لحماس وللحوثيين بتأسيس وجود أكثر ديمومة في بغداد قبل أشهر وأن الشخصيات السياسية والعسكرية العراقية تعزز من هذا الوجود بينما يقول مسؤولون حكوميون أنهم ليسوا متحمسين لضيوفهم الجدد الأمر الذي اعتبرته الصحيفة تغيرا كبيرا في السياسة العراقية المتمثلة بالسماح لميليشيات إيران بتوسيع نفوذها بالعراق كما وجدت حماس والحوثيون في بغداد وجدوا داعما من الأحزاب العراقية المرتبطة بإيران بالرغم من تزايد نفوذ طهران في بغداد ترى الصحيفة أن بغداد تظل لعبا محوريا في معادلة الصراع الإقليمي بين إيران من جهة وبين واشنطن وإسرائيل من جهة أخرى فح والقصة حقيقة غير دقيق غير صحيح لأننا نتعامل الآن من خلال التواجد الدوليماسي للدولة الفلسطينية عبر السفارة الفلسطينية هنا في العاصمة بغداد وكذلك سعادة السفير الفلسطيني يشارك في الفعاليات الحكومية العراقية كل فعالية يدعى لها ويشارك بها وكذلك سعادة السفير اليمني يشارك فيها الفعاليات الحكومية والفعاليات كذلك بالمقابل غير الحكومية لكن بالمقابل قد يكون هناك دبلوماسية شعبية للقوى السياسية وكذلك ممثليهم للمكاتب الإعلامية التي قد تكون لها ممتدة خلال السنوات الماضية وهذا بالتالي ما يجعل تسليط الضوء على هذه القضية في هذا المسار ليس أكثر ما زلنا نتعامل مع الدول التي ضمن الفضاء العربي والمنطقة العربية والوطن العربي والجامعة العربية هناك محاولات جرت خلال التسعين يوم الأخيرة حقيقة للضغط على العراق لأخذ مواقف قد تكون من العراق وهذا غير صحيح حقيقة لكن عملية تصوير هذا التفاعل الاجتماعي بأن هناك فتح لمكاتب بهذه الصورة حقيقة نحن نتفاعل ونعمل بصورة رسمية مع السفارة الفلسطينية تمثل مصالح الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وكذلك نتعامل مع الدولة اليمنية من خلال السفارة اليمنية وتعاملنا مع حقوق الشعب اليمني بحصوله على دولة مستقرة وعودة الاستقرار التام وعودة كذلك انهاء حالة الحرب والصراع التي مرت على أقواننا اليمنيين في اليمن سنقشد الموضوع على الجانبين من الزاويتين الزاوية العراقية والزاوية اليمنية من بغداد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية أستاذ فاضل أبو رغيف أستاذ فاضل أهلا بيك من عدن وكيل وزارة العلام اليمنيا الأستاذ أسامة شرمي أستاذ أسامة أهلا بيك سأبدأ من بغداد مع الأستاذ فاضل أبو رغيف أستاذ فاضل يعني إسمعنا الأستاذ حسين علاوي هو يتحدث على أنه تصوير القضية أنه في وجود دحوثي مع أن الموضوع كان معلن فيديوهات صورة وصوت بهذا التوقيت وبالتالي ربما يكون حدث تغير في المواقف يعني كانوا موجودين والآن هناك قرار بعدم وجودهم في ظل هذا التوترات الحقيقية الدائرة الآن نعم سيد محمود فرصة طيبة أن نلتقيك مرة أخرى وأكثر من مرة تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتك كريمة ولضيفك عبر الأثير يعني الساد محمود أنت تعي وتعلم بليا الوضع السياسي والوضع المحتقن ما بينه فينا وأخرى العراق هو دائما يتصدر الساحة الإعلامية والأخبار الدولية والإقليمية حتى وذلك بسبب الأحداث العاجلة والمتسارعة في العراق في خضم التبدلات والتغيرات السريعة العراق ساحته لا تحتمل أي مناكفة وأي مناجزة سيما وجود فصيل للحوثيين في بغداد طبعا لا يمكن أن يكون لأي من الحوثيين أي تواجد في بغداد لجملة اعتبارات أولا الحوثيون لديهم صراع مزمن مع الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي الحوثيون يعني الولايات المتحدة وبريطانيا والدول في المنطقة لديها خصومة مستمرة ومزمنة لذلك يعني لا يمكن للعراق وسط مشاكله وسط تراكماته أن يستخدم أو أن يستضيف أو أن يقبل دعني أقولك لك عما بشكل رسمي وحتى بشكل على هيئة خلسة أنا لا أقصد شيء الله لكن بالصدفة يعني بس هذا الموضوع نقش على الشاشة الآن وأنت تتحدث من دوب الحوثيين في العراق يستقبل استقبالا رسميا وشعبيا هذا استقبال شعبي كمان شوية هتشوف في مكتب رسمي لأحد الموظفين استقبال رسمي فهو فكرة الإنكار ولا فكرة التعامل مع الأزمة يعني إحنا ممكن نطلع نقول لا مش موجودين الحوثيين في العراق لكن ممكن نطلع نقول لا موجودين لكن يجب أن يكون التعامل كذا وكذا وكذا هي فكرة التعامل مع الأزمة إذا كان الحوثيين أزمة للعراقيين فكيف ممكن التعامل مع الأزمة بدل النفي والإثبات وشيء من هذا القبيل هذا مقصدي يوسيس فاضل يعني وأنت أستاذ في هذه الأمور لا لا واضح واضح ثق وثق يعني بالليبني سيد محمود أنا أأخذ الجنبة الجنبة النية الحسنة في أي سؤال لكن أقول لك هناك ضد نوعي للحوثيين في العراق وهؤلاء من الضد النوعي ابتداءهم الحكومة ابتداء هو المكون السني برمته ابتداء هو المكون الكردي بقضه وقضيضه ابتداء أكثر من نصف من المكون الشيعي وهذا يعطي دلالة بأن وجودهم قد يعني قد يؤزم المشهد قد يقلق المنطقة برمتها يعني قد يزيد وضع العراق والعراق توه وهو الحالم بالعودة إلى المحيط العربي إلى المحيط الإقليمي يعني اليوم العراق يحظى بدعم خليجي يحظى بدعم المملكة العربية السعودية وهي الدولة الشقيقة والدعم للعراق بكل ما لديهم السياسات هناك تكافؤ نوعي أيضا بالوقت عينة للحوثيين هناك من يرحب الحوثيين يعني كما هو بعض الفصائل التي تناوي الولايات المتحدة وتعادي إسرائيل تلك يعني ترحب قطعا هي ستجد حضن وفير لها منها لكن هل هذا الحضن الوفير يؤهلها بأن تأطيها هذا الاثرائز وهذا السماح بالإقامة على الأراضي العراقية أنا أقول لك من هذا المنطق هذا المنطق العقلائي أنا لا أن في الموضوع نفيا وجدانيا وجوديا بل أن فيه نفيا وجدانيا ابتداء قد لا تكون لديه يعني معلومة مادية ملموسة لكن قد تكون لديه استشراف فكري وجداني من أن وجودهم متعذر لا بل أكثر من ذلك يزيد المشهد ظلاما في حالة وجودهم يا أستاذ محمود اشتركوا في القناة